السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا أبما المتنعيش الثانية عاملين ايه وهنا بيكم من جديد مع فيجير دي النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض تريد عمل العودي ده تريدته سهلة جدا وبسيطة العودي ده زي ما تشايفين هو عبارة عن ثلاث تدوار اهو باللون ده باللون الاسود باللون الابيض طبعا العودي ده معمول فواس المعدن وهنا متركبة هنا افلو كده انا كده زبط الاول النايلو كده اذا متشايفين انا بقى افكرت ان انا ابدأ بالاول حباتين اللولي بالابيض هنبدأ اول فرع باللون الابيض بعد كده هنعمل هنعمل ج lockdown هندخل اتنين من اللولي الابيض وتلاتة من اللولي الابيض وثلاتة من اللولي الابيض هندخل ثلاتة من اللولي الابيض هذا هو أول خطوة معنا خطوة 2 ملي اللولي الأبيض و 3 ملي اللولي البنبي الأول سأضعه على جنب لأنه لا يحتاجه في البدايات و النهايات فقط سأحتاجه أول حاجة حتى أعملها سأضع ائتالي فاصل معدن سأضع ائتالي فاصل معدن في أول واحدة في الأول واحدة من هنا بس تدخل المرة دي في الخرمين يا جبنات على فكرة سأضع ايه الشيء ملي اللولي معدول ده كده أول فرن أول دور معانا إن شاء الله سأضع ايه ستة حبيات من اللولي البنبي واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة خمسة ستة بعد كده سأضع تلاتاشر حباية من اللولي الأبيض ستة زي ما تشايفين كده عارشوتي تلاتاشر حباية واحد اثنين ثلاثة 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 أربعة خمسة ستة سبعة تلانية تسعة عاشرة ثلاثة 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 اربعة خمسة ستة ستة حبيات كده من اللولي البنبي بعد كده هجيب فاصل المعدة التاني اهيو وندخل برضو في اول واحدة كده بس في الخرمين برضو علشان يبقى الشغل معدول اهو زي ما تشايفين كده هنامل زي دود الضبط هنامل ايه ثلاثة حبيات من اللولي البنبي وعلى فكرة ممكن تغيري في الالوان زي ما انت عايزة وممكن تعملي الى العكس علمدخل اثنين حبياتين باللوني الابيض كده زي ما تشايفين بعد كده بقى هنامل ايه هجيب فاصل المعدة الرقم اربعة معانا هنجيب فاصل اهو ده اخر واحد اهو هلوضخل برضو في نفس الخرمين هيبقى خرم واحد بس اللي هلوضخل فيه اخر حاجة اهو ده كده اهه ايه باكيب النظام ده كده زي ما انت شايفين انا باية هحط الوصطوبار وبعد كده واغفل هلى آخر الى الشوخ طبعا هنقص الخيط اللي فاضل ده اهى اه افقياه على اد بس ايه اه تانية اه يا رب افقياه هنحطي حلقة لفرع نهاية كده لا انا حتحرك شوية ياخد راحته هذا حجيب السطوبر واحد كمان اهوت وهدخله في قلب الخيط بس مش هعمله لحد النهاية لان قلت لكم انا عزيب ان الفرع ياخد حريته عشان مينفحش نهاية لحد النهايات بالظبط كده زي ما تشايفين اه بعد كده هو كده المان خالص علشان الفرع ياخد خريته وبعد كده هنضغط هنضغط على الخرز الاستوب القصدي كده نضغط عليه جامد علشان الملودي ما يطلعش كده زي ما تشايفين كده اه الملودي على فكرة يا بنات دي الخطوة مهمة جدا انك تأثلي كويس علشان طبعا الدولي ما يطلعش منك اه زي ما تشايفين اه لازم نضغط عليه جامد اه وطبعا الزيادة دي انا قلت الحصية وكده الفرع واخد خريته خالص اه زي ما تشايفين انا قلت لازم ااخد خريته علشان اه ما يباش معانا مش معدول كده ده اول خطوة بالنسبة لنا يا بنات اه اه ده كده اول دور طبعا معانا النهاردة وده يعتبر الدور الكبير اصلا وبعد كده بقى حكدي بقى ان نقلل في الدور التاني هجيب برضو حتة على قد برضو الشغل اللي قلنا عليه هجيب حتة كده من نسبة وانتوا عارفين كل دور بنقلل ده اكبر دور بالنسبة للفق اللي عوج ده هنقص برضو حتة كده من نسبة ده كده تمام خالص اللي انا عملها ديت بعد كده بقى حعمل ايه هحطي ثلاث حبيات من اللولي الابيض الاول ده ما قلنا قبل كل ده هنعمل الاستوبر برضو في الدور الاول التاني اهو هجيب استوبرية اهو وهعملها برضو بنفس النظام اهو اضغط عليها جامد اهو علشان اسبت العقد طوعها هاقص الزيادة دي ما لاش اي لازمة معانا اهو قصتها بعد كده بقى دخلتها في الدور الثاني هو هبتد نبتدي بقى نعمل الدور الثاني هو ده كده الدور الثاني هبتدي بقى نحط ايه نحط ثلاث حبيات من الدور الابيض واحد اثنين ثلاثة ثلاث حبيات من الدور الابيض واحد اثنين بداخط اعطبي ثلاثة 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 ثلاث حبايات من الجول البنبي زي منشي فيه كده او محط اثنين على حسب ما يطلع معاكي انا محط اثنين كفاية بعد كده ادخل في تاني ضف وتاني معدر على طول اهو اللي في النوس ديت هندخل من الخرميل كده كده اذا ما تشايفين ده كده تاني حاجة معانا الدور التاني ده بعد كده برضو احط ستة حبيات من البنبي وانحط هنا المرة الجاية دي هنحط فيها ثمن اللزبة للولي الابيض عنحط ثمن حبيات من اللولي الابيض بعد كده هنحط برضو ستة حبيات من اللولي البنبي وهنعمل نفس الخطوات هنا بالضبط كده انا كده قفلت بقى الدور التاني هون جاي على الدور اعقام ثلاثة ده اخذ دول معانا عنحط في بقى ايه اول حاجة اربع حبيات من اللولي الابيض اللي قبل منه كنا حطيني ثلاث حبيات لولي من الابيض وهنحط حبي فيه اثنين بالضبط من اللولي البنبي وكده ده يبقى اخر معانا اخر دور معانا في الدعودة النهاردة اتمنى ان هو يكون سهل اليابانات زي ما تشايفين حطواته سهلة جدا مستعبة ولا حاجة بس هاعيش شوية تركيز مش اكتر في العدد والحبيات اللولي طبعا ممكن تعملي بمقاس في اكتر من زي ما انت عايزة ممكن تدللي احجيان تبعه اشكال تانية وفاصل تانية زي ما انت حبي وردو انا هنا هنحط ستة حبيات من اللولي البنبي طبعا مستة حبيات دولت المستكرين معانا في التلت دوار كده كده انا ركيت هما ستة حبيات من اللولي البنبي هنعمل بعد كده خمس حبيات من اللولي الاريض واحد اتنين تلاتة اربا خمسة كده ده اخر دور معانا طبعا حتينا في اول دور بالنسبة لعدل الابيض حتينا في اول دور حتينا 13 حبيات من اللولي الابيض وتمال حبيات من الدور في الدور الثاني تمال حبيات من دور من اللولي الابيض اخر دور اخر دور همسة حبيات من اللولي الابيض وبعد كده بنحط ستة حبيات من اللولي البنبي طبعا زي ما هنا عملنا قبل كده دوس طبعا بيستكرين معانا بنفس ال اهم كده حبيتين فرادة كده حبيتين بالضبط وبعد كده هندخل في الفاصل المعدة اللي هو الاخير ده بندخل في الاتنين زي ما انتم شايفين الخطوة اللي بعد كده هنعمل اهم اربع حبيات من اللولي البنبي واربع حبيات من اللولي ثلاث حبيات قصدي كده بالنسبة لللولي خلاص هندخل بقى فين في اخر واحدة كده بس زي ما قلتلكوا كل مرة بمدخشش في الاخرانية بالضبط اهي اتمنى يكون الشرح يكون واضح فهنجي بقى هنعمل ايه نكمل البقيت الفر العام انا نسلت لالبله الداخل اغنق شرق النهائي اذا كان vary المفضل بس اللي هم تنتهون بس كده هنركبهم هنا وطبعا انا عبركم ازاق انا عملت الى الشكل ده كده اول حاجة طبعا دي معي مصمير اهي جبت واحدة هلولي من الابيض واحدة هلولي من البنبي تمام وبعد كده عملتهم ازاي جبت البنزة بتاعتي وعملت زي بتشايفين كده اهو بين كل واحدة وواحدة عملتها زي دي كده حطيت حلقة انا هلوف اسهلكم تالي برضو كده احطيت واحدة بمبي وواحدة بيضة وجبتي البنزة وعملت يوم كده طبعا طريقتها سهلة جدا فاعلا ان شاء الله هنفسهلكم هو فيديو واعمل لكم طريقة اللي ستايل ده كده ده بتاعي اللي هقبت اللي هعملها ده فاعلا ان شاء الله هنفسهلكم في فيديو زي ما تشايفين انا هنجيب حلقتين علشان يوصمهم في قلب طبعا ليبانيات الحلقات اهيت دي حلقات اهيت فانا هركبها من كل واحدة وواحدة دي هركب الحلقات دي انا هجيب البنزة كده اهو وحوسع اهو زي ما تشايفين اهو انا كده هوسع بالحلقات اهيت بعد كده هجيب ال زي ما تشايفين اهو باكده اللي ركبته هجيب واحدة من هنا واركيها برضا فيها كده اهو بعد كده هجيب افلى بالبنزة بتاعتي كده اهو الطريقة سهلة جدا مستعبة ولا حاجة انت متعرفين يا بنات الاكتشوارات غالية جدا في المحلات فانت لما تعمل حاجة بنفسك تكون افضل واحلى محدش كمان يتحق عليك في الاسعار وكده برضو انا هعمل نفس انظام هوسع الحلقة شوية بعد كده ابتدي ايه ادخل ال الاسعار وقرأ ادخل 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 كده هنضيع هنجب عشان نركب البيت العق انا بحاجي في الخرم ده كده في النص ده وعملي با هاجيب اخر حلقة من هنا كده وافتح الحلقة دي كده وافتح الحدقة دي كده اهي كده زي ما تشوي فيه بس هنحاول الاول هنساوي هنحاول انا نفل منهيد كده علشان بس اعرف ادخل في الحلقة بتاعت الدايرة كده اهو شكش وكده انا خلصت جماعة اللعبت كده خلص ركبت البلاء بتاعته كده اهو هو كده خلص معايا فاضل معايا اللي انا ركبا ايه هركب الافل بتاعه اهو ده طبقا عشان اركب الافل بتاعه معايا حلقة هنا حلوة هعملها زي ما قلتلكم الوسحها كده شوية بعد كده نبدأ ان انا اركبها هركب الافل كده على طول اهو بعد كده مجيد الحلقة دي كده اللي في اخر بيت اخر حلقة معايا وافضل من ايه هركبها كده كده انا اركبت الافل لهو بتاع العقد اه اه انا اركب كمان حلقة للطرف ده كمان جيدا قادرة اهو كده او شنفسا برضه علشان اندخن في الافل وبعد كده اضغط عليه grabbing ثاني اهو بعد كده اهو ممكن بقى تفتحه وتكفيلي عادي خالص كده يبقى خلص معي العفض بتاع النهاردة اتمنى اللي هو يعجبكم جد جد منظره جميل جدا ممكن تنفزي منه اي انوان انت عايزها ممكن تنفزي بيها الموديل ده في من الوريات كتيرا طبعا اهم حاجة وفي الفواصل المعدن دي بتحجي بيها وبتجيبها استيلات زي ما انت عايزها برده اه انت زي ما تشايفين هو عباره عمطارة الدوار كده وهو كده خلص معانا الشكل النهائي بتاعه فاتمنى ان هو يعجبكم بس اهم حاجة يا بنات في الموديل ده ان انت بتعملي الموديل ده تخلي بالك من العدد تفضل علشان اي حباية نقصة اي حباية زيادة تبوض منظره معاك واتخلي منظره مش تلا فاتمنى ان انت تعملوه وتجربوه وتخلي بالكم من العدد بالزبط زي ما تشايفين نفس النظام بس ضبط زي ما تشايفين كده وممكن التعملي طبعا ملعن سيكسب الوان زي ما انت عايزها فاتمنى يكون الشرح كان واضح والعقد اعجبكم فلو اعجبكم بقى الفيديو املوه لايك واشتراك وتفاعلو الكرس علشان ينساكو كل جديد باي اشتركوا في القناة